فالحكومة تعتبر الحوار الاجتماعي هو خيار استراتيجي وهذا جاء في كلمة سيد رئيس الحكومة بالأمس هو خيار استراتيجي لا بد جلوس مع النقابات الاتفاق حول الإصلاحات لأن الإصلاحات ليست إصلاحات بسيطة هي إصلاحات عميقة في جوهرها تمس الدولة الاجتماعية تمس المقتضيات لكي تجيبها الحكومة في المجال الاقتصادي وأيضا إصلاح بعض الملفات التي طولت وعمرت طويلا في طالعتها قانون الإضراب اللي تكلمتي عليه للمفروض حسب نص الدستور المفروض أن تتم المصادقة على جميع القوانين التنظيمية خلال الولاية الأولى التي تلي المصادقة على الدستور نحن الآن في الولاية الثالثة هناك تأخر وهذا لا يمنع أن الحكومة كانت لها الجرأة والسيد رئيس الحكومة كيفما قالها بالأمس نوها بالتعاطي البناء للنقابات الأكثر تمتيلية في الحواري الاجتماعي فبخصوص النقطة كلها التي تكلمتي عليها هي واردة على طاولة النقاش والحكومة فتحت هذه الملفات وأيضا النقابات فتحت الملفات التي تهمها خاصة الملف المتعلق بالزيادة العامة في الأجور نحن الآن في مرحلة النقاش مع النقابات وتعرفون بأنه النقاش مع النقابات خاصة نحتن نكون في واحدة يعني نوصلون نقرب المراحل للنهائية أنا ذاك نتكلم عليه لكن الآن كل ما يمكن أن أقول بأن الإرادة السياسية للحكومة هي إرادة قوية من أجل معالجة مختلف الملفات المتروحة للنقاش مع النقابات الحكومة تتمن الطعات الإيجابي للنقابات وأيضا تتمن يعني هذا الروح ديال 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 الانخراط والنقاش والحوار وطبعا المستجدد سوف نتم الحديث عنها في إبانها ديالي بلوس تميز ومصداقية